قررت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة وزيرة الدولة لشؤون الشباب أمثال لحويلة عودة يوسف البيدان إلى مزاولة عمله مديراً للهيئة العامة للرياضة بدءاً من يوم غد الأحد الحادي والعشرين من يوليو الحالي بعد ثبوت عدم وجود شبهة مخالفات وتقصير في حقه كما قررت الوزيرة حظ التحقيق مع البيدان وإلغاء كل ما يتعارض مع قرار عودته مديراً لهيئة الرياضة